بهدف توفير 5 مليار متر مكعب من المياه والتي يتم فقدها من الشبكة المائية على طول مجرى نهر النيل والتي تكفي لزراعة ما يقرب من مليون فدان وحرصا ودعما من القيادة السياسية على حل مشكلات المزارعين والفلاحين والزراعة والري فقد أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي توجهاته بسرعة تنفيذ المشروع قومي لتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر في عامين بدلا من عشرة أعوام وفور انتهي وزارة الرئي والموارد المائية من وضع المخطط النهائي لبرنامج تأهيل وتطوير وتبطين الترى الرئاسية على مستوى الجمهورية وتوفير التمويل الذي بلغت ثمانية عشرة مليار جنيه تم البدء في التنفيذ في محافظتي الشرقية وبانيسويف إدارة بانيسويف بتبدأ من زمام محافظة المينيا إلى محافظة الجيزة عبارة عن ثمن هندسات زمام الإدارة بالكامل 363 ألف فدان مقسمة على ثمن هندسات بدأ المشروع في هندسة بيبة اللي احنا فيها دلوقتي هندسة بيبة إجمالي عدد الترع اللي فيها المستهدف تأهيله 56 ترع مشروع ده من ساعة مبادرة سيدة الرئيس ابتدى في شهر 23-20 وهينتهي في شهر 23-21 إن شاء الله يعني لمدة سنة وإحنا واخدين مركز بيبة في محافظة بانيسويف تبطين كل الترع بأطوال 180 كيلو متر وبدين من ثلاثة شهر يعني وعملين حوالي تقريبا لغاية الآن 35 كيلو متر طوله يمتد المشروع القومي لتأهيل وتطوير وتبطين وصيانة الترع الرئيسية إلى مسافة 7000 كيلو مترات بجميع محافظات مصر معظم محافظات مصر المشروع ده شغال فيها وخصوصا الترع اللي هي متعبة احنا في إطار التوجهات يعني هنشتغل لغاية معاية شهر 6 دوت حوالي 1500 كيلو متر من أطوال الترع على نهاية عشرين هي بقى حوالي 3000 في خلال سنتين ان شاء الله هيبقى 7000 كيلو متر من الترع وده المستهدف ان شاء الله احنا بنشتغل طبعا في موقع الحظر بنحتنا موقع الحظر وموقع الحظر ما من نتعدهاش عشان كده موقع الحظر بننتباهها فبنشتغل على أكتر من الموقع مع بعض عشان ننجز في المدة المسموح بيها يهدف البرنامج القومي لصيانة تأهيل الترع إلى ترشيد المياه في قطاعات الاستهلاك للمياه خاصة قطاع الزرع مشروع قومي لتأهيل الترع داية أعمال ضمان لوصول المياه للنهايات بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيت المطلوب وفي الكمية المناسبة مما بيأثر على الانتاجية وعلى الزرع فده من المشاريع المهمة اللي ساعدتني كتوزيع مياه في توصيل هذه المياه في نهايات الترع وخصوصا خلال فترة الصيف اللي هي فترة أقصى الاحتياجات كنا بنتعب جدا في توصيل المياه للنهايات لكن بعد المشروع دوت حتى إحنا وإحنا لسه في بدايته حصينا بالفرق جامد جدا في سرعة المياه ووصولها للنهايات بعد تنفيذ جزء صغير من المشروع فده فرق طبعا كتير مع الفلاحين ووصول المياه ليهم بسرعة ففترة المناوبة بدل ما هي خمس أيام وكنا بنحتاج معليها إضافة لا دلوقتي خمس أيام هتكاف ويمكن كمان تقل بعد نهاية المشروع كما يهدف طبطين الترع وصياناتها إلى سرعة سرايان المياه ووصولها للأراضي الزراعية وزيادة المحاصيل الزراعية وتنوعها بفضل السيد الرئيس أن الأممية طبعا كانت بتوصل في حوالي 12 ساعة دلوقتي بجاء توصل في الساعة فرجت معنا في انتهية الزرع كتير دلوقتي بفضل الله بنعالج المكنة بنسجي بعدنا بيسجي لأول كان ممكن يحسن مشاكل تأخير لهم مياه المياه بتتأخر لكن بفضل الله دلوقتي والله الطبطين جاء يعني حاجة حلوة للفلاح جدا 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 قبل المشروع كانت الطرع مكفولة وما كانتش بتوصل المياه بالسرعة اللي احنا عايزينا كانت بتاخد في الوقت حوالي 12 ساعة دلوقتي أصبحت بتاخد أربع ساعات بتوصلنا النهاي سباق مع الزمن للانتهاء من هذا المشروع قومي الأملاق خلال عامين بدلا من عشرة عوام لتعظيم الاستفادة منه عبد الحميد سقر النيل ترجمة نانسي قنقر